شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي والتي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها الأهمية القصوى للتنصيق الوثيق مع دول الجوار لحل حالة الأزمة في السودان مشددا على تكامل جهود مصر مع مختلف المسارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في السودان شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير عام منظمة الإيجاد ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الإفريقي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصايد في السودان والتنصيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس يوري موسيفني رئيس جمهورية أغندا الشقيقة ورئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي أخي فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة ورئيس الاتحاد الإفريقي أخي السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أصحاب الفخامة السيدات والسادة أود في البداية أن أعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق إن اجتماعنا اليوم يحمل بالإضافة إلى أهمياته السياسية قيمة رمزية بتأكيد استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية وكافة الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية للعمل معا نحو سودان مستقر وآمن السيدات والسادة لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضي وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة ومن هنا تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس المفوضية موسى فقي للتعامل مع الأزمة السودانية والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 إبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة ومن بينها مصر ويأت اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت سياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بمماسل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدائم الحالي السيدات والسادة إن الجهود المبزولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت كمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض وتؤسس لخارطة الطريق للعملية السياسية تعالج جزول الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة لجميع أطياف الشعب السوداني وتؤكد مصر في هذا الصدد الأهمية القصوى للتنسيق الوسيق مع دول الجوار لحل حالة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت قد اطلعت مصر بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكسيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستدت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقت معها أهمها أولا ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية ثانيا وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار ثالثا إن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورانا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول وتؤكد مصر في هذا الصدد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلي وهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة رابعا إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب وقد التزمت مصر بمسؤوليتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين وعدوا في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور السيدات والسادة في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بزل كل الجهود منهج الإنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقي وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور الأشقاء العزاء أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستظهر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقاه الأفريقة والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفة وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا